الشائعة شائعة ان الحكومة المصرية هتبيع قناة السويس مقابل تريليون دولار اساسا ارادات قناة السويس قلت بشكل جبير جدا بسبب استهداف الحوسيين للسفن واحنا عارفين كده تفتكروا يعني ان باع الارادات دي في حد هيجي بتريليون دولار وان مصر هتبيع قناة السويس ازاي يا جماعة يعني فبصراحة طبعا بعد ما تداول على مواقع تواصل اجتماعي مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار اصار المقطع جدلا كبيرا ولغطا واسعا خاصة بعدما راجب صورة كبيرة على حسابات ومنصات تبعال جماعة الاخوان نشر المركز الاعلامي المجلس الوزراء قال ان المقطع المتداول دام وفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمتل الواقع بصلة وان قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها اسوأ في ادارتها او تشغيلها او صيانتها والحقيقة لقينا برضو اعلان رسمي عن انه 23% انخفاض في ارادات قناة السويس وفقدت قناة السويس 2.1 من 10 مليار دولار بنهاية 23-24 يعني في الفترة اللي هي بتعتبر السنة المالية اللي هي بتنتهي في شهر 6 فالحقيقة احنا بنتمنى انه يتم بجد فعلا الهدنة وتوقف الدنيا بتاعة الحوسيين وان الامور يحصل فيها مش بس هدنة يحصل فيها سلام وانتهاء للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة لانها اضرت بارادات قناة السويس بشكل كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة